ندخل على الكابستون والبروجيكت كابستون زي ما احنا متعودين عليه اختلاف بس ان هو عشرين في المية بس من الدرجة الحاجة جديدة برضو انه هو مش بيبقى متحدد لك بمعنى مش هيقول لك مسلا حللي مشكلة حمس سكاني مسلا زي في اولى او زي مسلا مشكلة الطاقة او زي مسلا مشكلة الصناعة لأ هيقول لك انا عايز سلوشن ريليتد بالتكنولوجي ويحدد لك ايه هو يعني السنة بتاعتي كان عبارة عن اي او تي سنة اللي بعدها كان عن موبايل ابليكيشن السنة اللي بعدها اللي هي السنة دي اعتقد اللي هي اي اي اه السنة دي فهو هيحدد لك ان انت تحل الموضوع ازاي بس ويقول لك اختار من اللي احنا محددينها وفي الاغلب بتبقى كل يعني مش بيبقى مرخم عليك في الموضوع ده مع عادة مسلا لو انت لسه عامله يعني مسلا انت كان اخر بتاعك عن الصناعة هيقول لك تخليش اللي انت تختاره بالصناعة عشان انت اقل ريجي عامله ممكن ان انت تعدل عليه بس وايه وتدخل به تالتة فهو مجرد ان هو رخامة بس مش اكتر اواته ده الكابستون اللي اختلفها عن البروجيكت البروجيكت زي عارف زي التاسكات اللي عليك اوه لا يسأل لك كل مادة المدرس بتاعك هيطلب منك تاسك معين ممكن في المواد الادبي يبقى مجرد ان انت تتحدث باللغة معينة يعني مسلا ان هو يقولك تحدث دقتين باللغة العربية الفصحة او مسلا ان انت تتكلم بالفرنش لمدة دقتين ممكن يبقى ويسجل ده ممكن ان هو يطلب منك ودي سابت في الاتنين يعني ممكن اما ده اما ده برضو في بقى ممكن يطلب منك ممكن يطلب ممكن يطلب ممكن يطلب يعني في مدارسين كتير بيفضلوا ان البروجيكت يبقى فيه فايدة للكل ان كل واحد مسلا يعسموا الفاصل جروبات وكل جروب ياخد معين ويجمع عليه كلها والاسئلة كلها ويشرحوا سواء او فيديو او بحيث ان هو يبقى فيه كده تكامل ما بين الفاصل ان لو حد مزنوق مسلا يشوف شرح زميله الاسئلة اللي زميله مجمعينها ويختصر الدنيا يعني كده احنا خلصنا المواد خلصنا البروجيكت خلصنا كل حاجة ليعلاقها بالدرجات في تالتك طبعا الا الحضور وغياب مش حاكمتك من ايدك انزلك الطابور او احضرك يعني تعال على نفسك واحضر والتلم في السنة دي حس على عينك كده علشان في حضور وغياب ودرجات ومش كل المدرسين بيعدوا يعني حتى لو المدرس بيعدي ما تسوقش فيها يعني صباح الفل ندخل بقى على الطايم لاين والطايم لاين ده انا مالتزمتش به عشان ما تقول ليش طب هو جاب معاك نسيجة طب هو ما جابش معاك نسيجة انا مالتزمتش به بس فيه ناس التزمت به غيري عشان كنت مرشح لهم الطايم لاين ده او انا بنصح الطايم لاين ده على طول وحرفيا كانوا بينجزوا جامد كانوا بيجيبوا درجات كويسة جدا وفيه ناس من السنة دي اللي هما لسه داخلين تالتة بدأوا بالطايم لاين ده وحرفيا عدوا يعني هما سبقوني جامد في الطايم لاين يعني انا كنت حاطت مسلا مقسمها لغاية الترم التاني الناس ما شاء الله خلصت او قربت يعني ما شاء الله عليهم بجد مفسوط بيهم قربت تخلص مناهج ولسه الدراسة مبدأتش يعني ربنا يوفقهم ويوفقكم كلكو يعني اه بنقسم الطايم لاين او البلان على شورت ترم ولونج ترم الشورت ترم اللي هو الحاجات اللي انت هتعملها في كل يوم اللونج ترم اللي هو هنقسم السنة بلوكس الشورت ترم ان احنا هنقسم اليوم لتلاتة لاربع بارتز بارتز لستم سوبجيكتز بارتز للتريري سوبجيكتز يعني مادة علمي ومادة بارت لليو ار تي تحل بقى يوم اي سي تي يوم سات تو يوم ام كات وبارت فورد ده ايام الدراسة بس او لو انت في الاجازة تشغل في سيفل او كده فحتسبت برضو حوار التسكات ده بس انا حاطت البارت ده للتسكات مسلا كابستون تسكات المواد اه المدارسين الحاجات دي هتمشي على بومدورو تكنيك ترش عليه هتلاقي اه فيديوز كتير عن الموضوع ده بس كملخص هو عبارة ان انت بتقسم اليوم بتاعت خمسة وعشرين وتاخد خمس دقائق خمسة وعشرين وتاخد خمس دقائق وعلى كزا فده بالنسبة لليوم بتاع طب هتقول لي اليو ار تي ابدأ احله من امتى هقولك ان انت تبدأ تحله من اول يوم حرفيا سبت له يوم حتى لو ساعة ساعتين يعم في اليوم المهم ان انت تحل يو ار تي من الاول ليه اغلب اليو ار تي بيبقى معتمد على ان هو مسلا آآ ان انت تت تعرف ان انت تطلع على المعلومات تعرف ان انت تقرب سرعة تعرف ان انت تدور على معلومة معينة جيبته في جنب في جنب تاني ان حاجة زي الامكات لو سبتها الاخر وقت هتلاقي ان حاجات كتيرة واقعة منك فلو سبته الاخر وقت حرفين حاجات كتيرة هتقع منك من الامكات فانت لو حالته من الاول وكده كده بيبقى فيه في الاخر الاجابات في اخر الكتاب اجابات كل بتاعها ليه كل اجابة ما تنفعش فاكنك بتذاكر عن طريق الحل. لو انت عايز ان هو مضايب او منظم اكتر. انا زاكرت مسلا او خلصت. اروح للشابتر بتاع في الام كات. واحل اغلب او كل اللي على الام كات اللي بحيث ايه? ان انا خلاص انا معي زاكرت من كامبل وزاكرت من فاحل بقى على الام كات اشوف الحاجات اللي نقصان. اهم حاجة اهم حاجة اهم حاجة اهم حاجة السنة لو مية في المية كده يبقى خمسة وسبعين في المية من حل الباقي ده مذاكرة. ما تنامش في المذاكرة. لو نمت في المذاكرة وما حلتش في الامتحان ممكن ما تحلش اصلا. عشان الامتحان بيبقى مسلا جاية افكار كتيرة. مش لازم ان هي تبقى عدت عليك. ممكن الاسئلة زي ما احنا عارفين بيبقى فيه اختيار صح واختيار الاصح. حاجات زي الام كات لو ما حلتش عليها كثير. ممكن حاجة جيلك في الامتحان وانت معدتش عليك طول حياتك. اهم حاجة يا جدعان اهتموا بالحل. اهتم بالحل علشان ما تلتمش. ندخل بقى البلوكات اللي هو عندك في هي عربية تخلص. بس الحمد لله يعني بما انهم اجلوا بداية الدراسة هتبدأ على شهر عشرة. مش عارف سنوي نفس الحوار ولا? بس احنا عندنا الكوليات هتبدأ ستاشر عشرة وكنت شايف اعتقد ان برضو وزارة التربية والتعليم يعني نزلت ان هم انتوا برضو هتبدأوا من شهر عشرة. فعامتا قدامكم يعني وقت دي بلاق لوحدها والساكن ما تقوليش ان هم ما فيش وقت لأو في وقت دي لو انت ما استغلتهاش يبقى انت حرفيا بتتقبط. ليه? تنمى اول عليك كابستون وعليك يوم دراسي من الساعة تمانية لغاية الساعة تلاتة عبال ما الغدى بيخلص ان انت تخلص وتكون الساعة اربعة خمسة. قبل ما تقيل لك شوية او تنام لك حبتين اللي هو حليح لي حبتين يا شباب. تكون الساعة التسعة عشرة تسحى تذكر لك ساعتين او او تلف في السكن او ان انت اه تتكلم شوية مع صحابك او تلعب اي لعبة. تكون الساعة اتناشر اللي هو خلاص حزنام واصح الفجر اذاكر. تلاقي صحابك بيسحوك بالعافية وبيضربوك علشان تصحى وفي الاخر بتصحى عالطبور بالعافية. وممكن كمان ان انت ما تحضرش اليوم دراسي. فخلينا واقعيين ان احسن اه وقت ان انت تستغله ان هو انت فاضي. حتى لو عليك حاول ان انت تصفي ده وتهتم بالمذاكرة. تمام? وتطلع دي احسن استغلال واكتر منهج ان انت تذكره تكون في بس عامة الافضل ان انت مسلا تذكر منهج من المنهج السنتين بتوع الانفنتوري. سواء سنة اولى او سنة تانية بتختار منهج تشتغل عليه في كل مادة ان انت تتخلصه في اجازة. وكمان في تتذكر نص ما انا هجي بترميل اول بتاع في كل مادة. طب هتقول لي همشيها ازاي? هو براحتك. يعني ممكن تشتغل مسلا ان انا خلصت او اتنين من الانفنتوري. اشتغل بقى شوية البيس ده ان انت بتشتغل عليه. ده حرية شخصية. انا بقول لك بس ان انت بتاعتك تبقى ازاي? انت بقى تفتح وتفتح في مواد زي هتمشي على حسب فانت بقى تقسم على البلوكات دي. بقى هتكمل منهج تالتة وتدخل في منهج الترم التاني. ويتخلص نص منهج الانفنتوري بتاع السنة التانية ان انت مخلص طوالش. انت مسلا خلصت السنة اولى. مفروض في فنقص لك سنة تانية. فهتخلص نص منهج سنة تانية في الانفنتوري. بقى هتخلص بقية المواد او المناهج اللي نقصالك. وتحاول ان انت تخلص قبل شهر خمسة. علشان تفضل ان انت تحل كتير. ليه? زي ما قلنا ان هو انت بتحل. تمام? انت بتحل في بتحل في بتحل في بتحل في بس ان انت لازم تخصص شهرين كده. انت ما تعملش حاجة غير ان انت بتحل. ودي بتبقى طريقة مراجعة عن طريق الحل. فهمني? في بقى احنا زي ما احنا عارفين ان انت في او ان هو ان ان انت تفتكر الحاجة. فحتى لو انت ذكرتها ضمير لمدة اسبوع بعد شهرين مش هتفتكر منها حاجة. فعلشان ده ما يحصلش. احنا هنعمل حاجة اسمها ونثبتها. كل يبجو معه. هتذاكر في الحاجات اللي انت اخدتها كل الاسبوع. كل شهر لو جينا مسلا هنا او انا عندي اهو ادي اسبوع ادي تاني ادي تالت ادي رابع. في هنا تلات ايام منفصلين عن الاربع اسابيع ده. فالتلات ايام دولة هتراجع عليهم اللي هم في البداية هتراجع عليهم على الحاجات اللي انت اخدتها الشهر اللي قبله. يبقى انا اللي هم منفصلين كده في كل شهر بعيد عن تقسيمة الاسابيع. هتذاكر فيهم الحاجات اللي انت اخدتها الشهر اللي قبلها. قبل ما تبدأ في الشهر الجديد. ما بين كل بلوك والتانية هتخصص اسبوع كامل بتذاكر فيه اللي انت اخدته في البلوك اللي قابليها على طول. يعني انا مسلا قبل ما ابدأ الترمي الاولاني قبل بداية الدراسة باسبوع هزاكر كل اللي انا او اراجع كل اللي انا زاكرته في السمر هتلحق. في اكتر من طريقة ان انت تعمل كده. اول طريقة ان انت تراجع عن طريق بس ان انت تحل. يعني تحل كده عدد اسئلة معين ثابت لكل وكل حاجة انت ذاكرتها. دي اول طريقة. تاني طريقة ودي اللي انا مشيت بها. انت دلوقتي انت بتذكر ازاي انا كجو بزاكر عن طريق ان انا بتفرج كتير. وبعد كده ان انا ان انا بس كده لو في اي معلومة زياد. بعد كده بقى باشرح لنفسي سواء ان انا باشرح لنفسي او باشرح لنفسي كمان ماب كده في يعني حرفين لو هنا مسلا فالماين ماب ان انا بقعد بقى قسم الدنيا. يعني انا هنا واحد علي كزا وده متفرع لكزا. وهنا اتنين وطالع منه كزا وكزا وكزا. هنا تلاتة. طالع منه كزا وكزا وكزا. فدي ماين ماب. حاجة بلخص فيها مسلا الكونسط او الشابتر. باشرح لنفسي. بحيس ان انا لو عايزة راجع. هلاجع بس من مجرد ماين ماب دي افتكر الحاجات الاسسية ان انا كنت محتاجة. وطبعا هنا مش بكتب باراجرافات. لا ده غلط. بكتب مجرد هنا الكي وورد. اللي تساعدني ان انا فتكر الحاجات الاسسية. فمسلا لو احنا بنذكر فحقول مسلا ان بتحصل في عن طريق انزايم اسمه انا عديني لخصت ممكن باراجراف كامل في الدياجرام ده. انا عرفت بعد كده ان ها مش بس. فحقسمة كده. هنا مثلا. هنا بقى. فده كده يعلمني ان انا اختصر المعلومة. في والدياجرام ده نسبة ان انا افتكره بعد كده احسن من ان انا مجرد ان انا اهيلايت. الهايلايتنج ده ما حدا اشتغل laser. هايلاتنج ده ان شاء الله لما نقعد ان احنا نجيب كراسة التلوين ونلونها. نسبة ان انت تفكر منهم معلومات خمسة العشرة في المية. مش هتفكر منه حاجة. نفس الحوار ان انت ت它عد ان انت تكتبوا بس. زود ان انت تكتب ان انت تعمل mes حابق او في اللي هي بتتعمل في كويزلت او سوفتوير اسمه انكي. ده انت ممكن تعمل بي فلاش كارد زي لنفسك. طب هتقولي ازاي? ده انا بكتب علشان انا لما افتكر المعلومة عشان انا كتبها اكتر من مرة. هقولك على حاجة. انت دلوقتي بتتفرج على فيديو. واحد تلخص قدام وتلخص تلخص تلخص الحاجة اللي هو اللي بيقولك. تعال بقى بعد الفيديو كده. هاخد منك السكتش. وقولي انت فكر منه ايه. حرفيا ممكن ما تفتكرش اي حاجة من هو قالها لانك دماغك مركزة ان هي قاعدة تكتب. كتب احنا شغالين في كتبها. ادي لعقلك فرصة ان هو يستوعب. انا بتفرج على فيديو. يبقى انا مش هعمل حاجة غير ان انا بتفرج على الفيديو ومش بس الخص حاجة بايدي. الخص دي بايه بقى مسلا? بعد ما انا تفرجت على الفيديو ممكن اتفرج عليه تاني. واللخص المعلومات الاسسية. او وانا بتبقرأ الريفرنس. الريفرنس بيبقى ليه باوربوينت. كده كده هو بيبقى ملخص للمعلومات. فاعمل له مايند ماب اعلى من الباوربوينت ده. مايند ماب في كوراستي او في السكتش بتاعي او حتى لو انت عندك فراغي يعني. فاش اقول الكتبة ده ورا الكترز او الكتبة ورا الفيديو ده ما ينفعش. كده خلصنا التايم لاين. ندخل على اخر بقى حاجات. النسبة المارينة. طبعا بنسمع عشعات كتيرة. النسبة المارينة الظالمة. النسبة المارينة مش عارف ايه بلا 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 بلا. خلص كتيرة كده. فعامة النسبة المارينة هي حرفيا ليست الا ان احنا بنعمل نسبة وتناسب بين عددنا وبين عدد الناس اللي اتقابلت في سنوية عامة. عشان كده هي عبارة عن عدد الطلبة في السكتشن. يعني علم علوم نشوف عددهم كام? وعلم الرياضة نشوف عددهم كام? مسلا علم علوم بقى كام? هناخده ونقسمه على الناس اللي اتقابلت في سنوية عامة في الكليات المخصصة لنا. علم علوم مسلا متاح ليه? طب بشري اسنان صيدلة علاج طبيعي. آآ علوم. ستة دولار. علم الرياضة بقى مش ثابت شوية بس هو الثابت بتاعه هندسة حسابات ومعلومات. زكاء اصطناعي طبعا ساعات بتتضاف على حسابات ومعلومات. آآ وساعات بتقوم فاصلة بس في الحزب يعني بتقوم فاصلة. وعلوم. بيبقى في بقى كليات تانية بتتضاف. آآ اللي هي بتبقى بنقول عليها كوتا يعني بيبقى لين عدد مقاعد سابتة كل سنة ما مش مش بتخضع للنسبة المرينة. زي التخطيط عمراني آآ فنون جميلة حاجات الملونة دي. آآ بس عمتا بلناش دعوه بالحاجات دي الاساسي اللي انا قلت هولكو ده. فاخدنا عددنا وحطناها على عدد الناس اللي اتقابلت في سنة وعام. وده السبب ان احنا بنستنى بعد ما سنة وعام كله يتنسى. لانك يا انسان النسبة بتاعتك او عدد المقاعد بتاعتك. مبنية على عدد الناس اللي حتى تقابلت في سنة وعام. ازاي انت عايز تتعمل التنسيق بتاعك بدري عن سنة وعام او يبقى فقولة و تانية مع سنة وعام. ازاي? طبيعي ان هو بعد لما بنخلص مرحلة تالتة بتاعت سنة وعام ينكون احنا طمنا ما فيش اي انسان داني حيضاف في الحزبة. فبعد كده بتطلع نسبة مئوية. لما نقسم ده اللي انا نضربه في مية يعني. بنتضربها في القدرة الاستيعابية بتاعت كل كلية. بنمسك مسلا كلية طب بجامعة اسكندرية. الكدرة الاستيعابية بتاعتها مسلا. ما شاء الله الرب تتوصل لتلات تلاف في الدفع. فبنمسك النسبة بتاعتنا وبنضربها في التلات تلاف دي. بيطلع لنا عدد مقاعد. دي بتبقى عدد المقاعد اللي متاح عليك في الكلية دي. وده تنسيق السنين اللي فاتت. مهم اخر حاجة بقى اول حاجة ابعد 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 ان ان انت تكرام. يعني ايه ان انت تسيب المنهج كله او حاجات كتيرة تزاكرها في اخر شهر. حاول تلم نفسك صحي ضميرك ده اللي ميت بقى له مليون سنة وزاكر اول باول وبلاش ان ان انت تسيب المنهج لاخر الوقت. طب انت بدأت ان انت تزاكر اول باول من البداية خالص. بس ضغط نفسك. لا بلاش. ما تضغطش نفسك. ما تزاكرش بالضغط من دلوقتي. الناس اللي بقول لكم ان هما خلصوا المناهج او عربي خلصوا المناهج بمعنى صح. بيحكوا لي ان برضو لسا مقسمين وقتهم في وقت ان هما بينزلوا مع صحابهم بيلعبوا وفي وقت ان هما عرفيا بيفتحوا السوشل ميديا عادي جدا. قسم وقتك. حاول تبقى عقلاني في المجهود اللي انت بتبزله. ليه? علشان انت ما تبدأش في الاول بنسبة كبيرة كده وتضغط نفسك جامد. لو انا شغف بقى وحخلص 20 شابتر في اليوم و 15 ومش عارف بقى وين تيلو. وبعد كده متكملش يوم يومين وانا انطفت. خلاص ما عنديش ان انا زاكر حاجة. مش معنى ان انت لقيت نفسك شغوف ان انت تذاكر ان انت تقضي عليها. تمام? يعني اتقل لا. اتقل لا. حاجة تانية ممكن تفيدك ان انت تعمل كورنر بتاعك. اه دي انا برضو ما كانتش بعملها بس دي من اللي كانت بتتقال يعني ان انت تخصص مكان للمذاكرة بحيس ان هو دماغك اه اول ما انت تقعد في المكان ده يستوعب ان هو خلاص الوقت ده. وقت المذاكرة. حاول ترمي الموبايل في اي مكان. يعني وقت ما انت تذاكر ارمي الموبايل في اي مكان يكون بعيد عن نظرك. ما بقولكش مسلا حطه جنبك على او حاجة لا ارمي. ارمي في حتة. حطه في دولاب. اقفل عليه. مهمة ما يبقاش قدام عينك. عشان طول ما هو قدام عينك. دماغك هيبقى كل شوية يشغلك. طب هي الكراش بعتقيت لي ولا لأ? طب مش عارف مين من ايام العصور الوسطى كلمني ولا لأ? طب مش عارف ايه? فاللي هو دماغك هيبضل اللي هو على الموبايل. وحتمسكه في الاخر. من الحاجات المهمة برضو ان انت او ان انت ما تتوترش. السنة زيها زي اي سنة. خليك كده رعوف بنفسك. آآ علشان ما تقضيش الوقت ان انت بس قاعد تضيع التوتر ده. او ان انت قاعد تجلت في نفسك. بعد ساعة اتناعشر. فان انا لو انا ما دخلتش كلية كزا هيحصل لي ايه? ولنا دخلت كلية كزا هيحصل ايه? يعني آآ والنبي يعني والنبي. ارحم. ارحم. السنة دي. اهم حاجة فيها العامل النفسي اكتر بكتير من العامل اللي ان انت تذاكر. طعم? الاتنين مهمين بس الاكتر العامل النفسي. عشان ما حدش يقول لي انا اهتميت اه ان انا استجمل مش عارف فين. وروحت اه فين. وما ذاكرتش. انت قلت لي العامل النفسي. لا ده مش هنا. ده عندها. اخر حاجة طبعا ابعد عن اي مش بس. ابعد عن اي بس. ابعد عن اي بقى اه بقى اي اه دي. علشان زي ما قلت لك العامل النفسي مهم. رسالة للاهل. ما تعودوش تزنوا على ابنائكم يعني يقولوا لهم انصحوهم انهم ما يذكروا. بس مش كل شوية. عايزينك تجيب كزا. عايزينك كزا. لو ما جبتش كزا هيحصل فيك كزا وكزا وكزا. انت كده بتهدده وبتوتره. تمام? انت كده بتطلع عينه. فلو عندك كلمة حلوة يتقولها. تمام? ده نصيحة لأي ولية عمر وبقولها بكل جره. يتقولها لو عندك اي كلمة عيدلة يا تسكت. يعني حتى نصيحة دي الرسول صلى الله عليه وسلم قالها نفسه. نفسه. فلياكل خيرا او ليصمت. نصيحة بقى الابناء. ما تبقاش عيدلة اربعة وعشرين ساعة الموبايل. ما بتعملش حاجة في حياتك. وتيجي تقول لي ان هو اهلك عاديني ايه يزعوا لك. لأ هم عندهم حق ويدوك على دماغك كمان. فخلي عندك بام وذاكر. وما تنامش جنب الموبايل. ما تنامش جنب السوشيال ميديا. تعال على نفسك في السنة دي بس. واخر حاجة ان انت تشرب مية علشان ده حيفيدك عمتا سواء في حياتك او في صحتك او في نفسيتك. المية ليها حاجة سحرية كده في الجسم بتأثر على كله وتبقى مفيدة يعني. وطبعا من المهمة جدا طبعا بتاعتي هتفيدك جدا وياريت ان انت تعمل لها سبسكرايب هابقى ممنون ليك جدا وياريت برضو هابقى مبسوط لو كل حد يعمل لها لصحابه والناس اللي هما يعرفهم يعمل لها عشان ده بيشجعني بجد ان انا اعمل آآ فيديوز جديدة. وكمان بشكر آآ عبد الرحمن احمد او زوزة حاجات كتيرة من اللي اعملتها للفيديو دي. كنت استفدت منها من الفيديوهات اللي هو بيعملها. وكمان كانت من مناقشاتي معاه احنا بنقعد كتير وبنتكلم كتير في حاجات بستم او كده. واحنا الاتنين بنفيد بعض وبجد يعني انا مبسوط جدا ان انا عندي زي ده. اعملوا سبسكرايب لها يا شباب. واملوا سبسكرايب لزوزة. وطبعا لو عندك اي اسئلة تقدر تحطها في وانا حقدر اجاوب عليها في اقرب وقت ان شاء الله. في هتلاقي في بتاع السوشيال ميديا. سواء الفيسبوك. الناس ده. ادخل عليه وتقدر تكلمني في اي وقت. آآ انا جدا وحبقى في اقرب بوقت ان انا نرد عليك. ولو اتأخرت يبقى انا ببقى مشغول مش اكتر او قال. وهتلاقي برضو لينك بتاعت انا سمان. ودي بننزل عليها كل الموعيد بتاعت الفيديوز. الحاجات اللي احنا هنعملها الفترة الجاية. معادنا ان شاء الله يا شباب حيبقى ثابت كل يوم خميس الساعة عشرة. فيديو جديد. واي هوب اي هوب ان انا ما معاملش وان انا التزم بالموضوع ده. اشتركوا في القناة